وللحديث أكثر عن هيمنة طهران على الحياة السي أسي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار أهلا ومرحبا بك دكتور مساء الله خير مساء الله دكتور هناك من يرى من أن أمريكا أرادت تشكيل ديمقراطية على مقاسات فاستطاعت إيران أن تهيمن عليها هل فشلت أمريكا أم أن التواغل الإيراني في تشكيل ميليشياتها من قبل الغزو مكنها من مفاصل العراق هناك افتراض في سؤالك أن أمريكا أرادت أن تنشر ديمقراطية أو تقوم بشيء إما في العراق أمريكا كل الهدف الذي كان عنده هو تدمير العراق بأي ثمن وليس لديها خطة عن كيفية إدارة العراق بعد الاحتلال أو بعد تدمير الدولة نعم أمريكا فشلت في ذلك التواغل الإيراني لم يكن موجودا في العراق التواغل الإيراني جاء بعد الدخول الأمريكي لأن الأمريكان اعتمدوا على إيران في تدمير العراق الجندي الأمريكي لا يفرق بين صدام حسين وضابط في الجيش العراقي لأن هذا جاء من دولة أخرى الإيراني يستطيع تمييز الشخص سواء كان على المذهب أو على المنطقة أو على الشغل وبالتالي أمريكا هي التي مكنت إيران إن أرادت ذلك أم لم ترد مكنت إيران من احتلال العراق ومسكها بالمفاصل الدولة وبالتالي إيران هي التي أمريكا هي التي سمحت لإيران بأن تفعل ذلك بفشل إيران طيب كيف يمكن تفكيك المنظومة السياسية الميليشاوية التي تدين بالكامل لإيران في العراق بعد 18 عاما من تجدرها وترسخها في البلاد والله أظن أن هناك على الأقل دورين هناك دور دولي وهناك دور داخلي على المستوى الداخلي أولا الخلافات التي تحصل بين الميليشيات قد تؤدي إلى فشل أو تفكيك هذه المنظمات الصراعات فيما بينها قد يؤدي إلى ذلك نقص التمويل وزيادة السرقات قد يؤدي إلى ذلك الانتفاضة بحد ذاتها ورفض الشعب العراقي لإيران ولعملاءها وللعملية السياسية له دور كبير جدا في تفكيك المنظومة السياسية دوليا على الدول المجاورة الدول العربية الدول الإسلامية على أوروبا على أمريكا أن توقف دعمها لهذه الحكومة العميلة التي تستند إلى الميليشيات في البقاء في السيطرة على العراق وبالتالي هناك دور داخلي وهناك دور دولي في هذا المجال إلى أي حد ترى أن العملية السياسية طائفية صار وجودها وسمرارها متعلقا بالدعم الإيراني بعد الدعم الأمريكي بالتأكيد أن العملية السياسية مسيطرة عليها بالكامل عن طريق الدعم الإيراني الدعم الأمريكي كان في البداية كان في عملية التدمير وشراء الذمم وجلب العملاء إلى آخره حاليا الدعم الإيراني يمثل السيطرة على الدولة يمثل التمويل يمثل الاغتيالات يمثل إيقاف الانتفاضة أمريكا فقدت دورها في العراق أمريكا ليس لديها دور في العراق الآن أمريكا فقدت رغبتها في العمل في العراق وفقدت قدرتها على العمل في العراق أمريكا عندها قواعد وشوية طيارات هذه لا تحل مشكلة طيارات لا تحل أي مشكلة ثانيا بالنسبة إلى أمريكا لم تعد لديها رغبة العراقيين خليهم يقتلوا بعضهم لا علاقة لأمريكا بذلك خصوصا وأن إيران مسيطرة على العراق وبالرغم من أن أمريكا تعلم أن إيران سبب عدم انهيارها هو العراق العراق يقدم لإيران كافة ما تحتاجه وكافة ما تمنعه عنه أمريكا وبالتالي أظن أن في نهاية الأمر هناك مصلحة أمريكية في إبقاء إيران مسيطرة على العراق وإبقاء الدعم الإيراني دكتور السؤال المهم اليوم هو كيف استطعت إيران أن تلتقط اللحظة الأمريكية أو لحظة الأمريكية للعراق وما بعدها في إطلاق مشروع ثأري وانتقامي من العراق جراء وقفته في وجه مشروع الخميني الذي كان يريد تصدير ثورته إلى المنطقة عبر العراق والدول الأخرى أمريكا بدورها الاستعماري قامت بغزو كثير من الدول أمريكا غزت أغلب دول العالم ولكنها لم تحاول تدمير الدول لا دمرت ألمانيا كدولة ولا دمرت اليابان كدولة لأنه بعد أن دمرت الحكم في اليابان وفي أمريكا وضعت مشروع مارشال في أمريكا وبعثت الجنرال مكارثر إلى اليابان لإصلاحها إذا نظرنا إلى الوضع الحالي لفترة القريبة نجد أن الحكم في رومانيا سقط الحكم ولم تنهار الدولة نجد نفس الوضع أيضا في إيران أقول في ليبيا في ليبيا في الوقت الحاضر قامت أمريكا بتدمير الدولة كما دمرت الدولة في العراق ولكن الفرق بين رومانيا وليبيا أنه لا توجد جار لهذه الدول يريد الثأر من رومانيا أو من ليبيا بينما العراق مصاب بنكبة وهي أن جارة الشرقي إيران تريد الثأر من العراق وأكثر من ذلك تستعمل العملاء الذين يزدادون في العراق يزدادوا في العراق نتيجة لولاعة مختلفة دكتور هل تعتقد أن الأرضية التي تقف عليها الميليشيات التابعة لإيران تخلخلت اليوم ولم تعد بنفس الصلابة والقوة التي كانت عليها قبل ثورة تشرين وما جرى فيها من ثورة ضد إيران ورموزها وميليشياتها في العراق لا شك أن الأرضية قد تخلخلت ولكنها ليست بدرجة كافية لإنهيار تلك الميليشيات يعني في تاريخ العراق لا بالعهد الملكي ولا الجمهور الأول ولا الثاني ولا الثالث لم تجري مهاجمة إيران علنيا من قبل شيعة العراق في كربلا والنجف والبصرة وبقية المدن الآن إيران أصبحت مبغوضة من قبل الشعب العراقي في العراق وبالتالي هذا بحد ذاته يؤدي إلى إضعاف التأثير الإيراني ويؤدي إلى أن الميليشيات يجب عليها أن تبدأ بأخذ بنظر الاعتبار الموقف الشعبي العراقي المعادي لإيران وما تقف خلفها سواء كان التمويل أو التطرف الطائفي أو المذهبي أو غير ذلك رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار كنت معنا عبر اسكايب شكرا جزيلا لك لانضمامك في السوديو الرافدين